موسيقى سلام على غزة وهي تلبس حلة تخيطها من حرير صبرها وتطرزها بأوسمة الانتصار سلام على فتية آمنوا فزادهم الله هدى وكانوا الأكثر ثباتا في مشوار أمة ووطن وتاريخ وقضية سلام إلى كل مرابط لا يزال قابضا على جمرة التحدي في مواجهة بارود احتلال لا يعرف إلا لغة القوة وإن من الشعر لحكمة هكذا جاء في الأثر ومنه الغاضب أيضا والضارب والصاعد إلى السماء يزف الشهداء نجوما لتضاء عتمة الحياة بدم زكي يفرش الدربة أمام أمة بأكملها إلى بيت المقدس حيث طوفان الأقصى الذي لا يقبل أن ينكسر مشاهدين الكرام حلقة مميزة من بيت القصيد وفيها العنوان فلسطين والإنسان نرحب بضيفتنا في الأستوديو معنا هنا الشاعر بسم المسعي من تونس أهلا وسهلا بكم أستاذ بسم حياك الله أستاذ مصطفى أنت وكل القائمين على قناة الرفدين شكرا لكم بحجم الأرض على هذه الدعوة الكريمة مشكورين وجزاكم الله كل خير وشكروا لك على تلبية دعوتنا وقبل أن نذهب إلى الشعر وقصائد عن فلسطين وتونس والوجع الإنساني بشكل عام وتجربة ذاتية كذلك وقبل الحديث عن الظروف التي يعيشها أهلنا في فلسطين في هذه الأيام إلا أنه لا بد وقبل كل هذا أن نذهب إلى توطئة بسيطة وقصيرة من خلالها تعرفنا بسم المسعي على نفسها أكثر طبعا أنا بسم المسعي شاعرة تونسية أعرفك على نفسي من خلال بعض الأبيات الشعرية أنا بنت فلاحا وأمي غيمة نثرت دموعا في السماء لتضمه فغفت بصوت الناي أول نوتة وسرت بليل الحلم آخر نجمة أنت القصيدة كلها لا تكبري ليعانق الثوب المهاجر جسمه أنت المسافة كلها لا تكبري ليعانق الثوب المهاجر جسمه أنت القصيدة كلها لا تكبري وهب الحياة ولادتين وبسمة ما شاء الله وهب الحياة ولادتين وبسمة هذا تضمين الجميل وهذه الأمنيات العذبة أنت تتحدثين عن فكرة جميلة جدا ألا وهي أنك تريدين للإنسانية أن تولد من جديد وأن تكون البسمة حاضرة في الوجود كل الوجود قبل أن نذهب إلى الشعر في البداية أستاذ بسمة للشاعر في مثل هذه الظروف التي يعيشها أهلنا في فلسطين وتعرفين يعني لا بد أن يكون للشاعر كلمة ربما دمعة وربما سكنته مشاعر الغضب للتعبير عما يحص به طبيعي جدا أستاذ مصطفى أن يكون لكل إنسان على هذه الأرض وفوق هذه الأرض ولكل عربي فوق هذه الأرض شعور ما شعور بالحزن ربما وشعور بالفراح وشعور بالغضب في هذه الظروف التي نعيشها اليوم فما بالك بشاعر شاعر يحس المفرد ويحس الكلمة ويحس الحرف لا بد أن يكون شعوره أضخم بكثير ولا ربما أشهر سيف قلمه ليكتب في مثل هذه الظروف وأنه لشرف عظيم وشرف كبير للشاعر حين يكتب في مثل هذه الظروف أنت تحدثت وقلت شرف عظيم للشاعر حين يكتب في مثل هذه الظروف طبعا حدثنا الآن عن الشاعر الشاعر ربما تكون أكثر عاطفة تجاه مثل هذه الظروف لأنها تشاهد الأرامل تشاهد اليتامة تشاهد الثكالة فتكون تجربتها أكثر صدقا ونطجا إنسانيا طبعا إن الشاعر يختلجها أحساس ربما يفوق أحساس الشاعر في درجة معينة فتكتب عن الأم وعن الأطفال الذين ربما تصلهم أيدي هذه الحرب التي لا تكف أبدا أنا مثلا كتبت في هذا الغرض نصوصا معينة وكتبت عن النساء الثكالة اللوات انتظرنا ساعة البريد طويلا ولم يأتي بعد للأسف هذا البريد الذي لم يأتي بعد أكيد يخبئ في مكتوبه أو مظروفه قصيدة طبعا وجاء أوان سماعها طبعا فضل هو نص جاء معارضة لبيت لشاعر الجميل أحمد بخيت شاعر المصري الجميل أحمد بخيت في نصه قمر جونوبي يقول طفل يقول لأمه ساعة البريد غدا سيطرق بابنا فأنا بنيت على هذا البيت نصا أهديته إلى أمهات الشهداء اللوات انتظرنا ساعة البريد طويلا يا الله ولم يأتي بعد تفضلي أسمعينا لا شيء يغري والبيادقها هنا فاطلب لقاءا كي نؤثث موتنا قلق طفولي وقلب خاشع أرق دمشقي يهز الأغصنا لا شيء يغري والبيادقها هنا فاطلب لقاءا كي نؤثث موتنا قلق طفولي وقلب خاشع يهدي الجراحة لمن سيخطو خطونا فإذا لقيت عدونا قل باسما أطلق سباعك مثل ما عودتنا سنباغت الحتف الغرير بقبلة ونرد ميتتنا لنغوي ذنبنا من يقنع التاريخ أن قصيدة الآن ضيقت المسافة بيننا من يقنع التاريخ أن قصيدة الآن ضيقت المسافة بيننا حاصر حصارك كي نؤسس موطنا لا ينحني بردا ويلتحف السنة رتل لأمك بعض وحيك هامسا ساعي البريد خذن سيطرق سمعنا ضع فوق جرحك ملح دمعك بلسما فعلى مرارته يداوي جرحنا عش موتك السادي على أعتابنا عيش الضنى يحتاج أن تتفننا أعبر أعبر على الحلم الشقي وضمه واجعل له من قاع صدرك مسكنا أعبر على الجرح من جديد متفضلة أعبر على الجرح أعبر على الحلم الشقي وضمه واجعل له من قاع صدرك مسكنا علمه أن الخوف في آهاتنا يعلو ويهبط كل ما أسرت بنا علمه أن الحب ختم صلاتنا فيص يصير حلم الناس كين مؤذنا علمه أن الحب بات فريضة في عين طفل في الإزار مكفنا الآن الآن أخذه الآن الآن أخذه الآن غرا أحوجا وقرأ عليه نبوءة ما دونا سيأمنا عمر ويكبر مثلنا ويظل فينا الورد غضا لينا سنسير للدنيا بقلب صامد نهدي إلى الأصفاد رقة طيشنا سنعلم السجن الذي يغتالنا أن السنابلة أنبتت من صلبنا ونقول للسجان لسنا نهابه أطلق عينانك كي تحلق مثلنا ونقول للسجان لسنا نهابه أطلق عينانك كي تحلق مثلنا ونقول لحب المؤجل هاهنا سنتم في القصف المفخخ عرسنا نحن الذين إذا التقينا مرة عجزت دروب الموت أن تتيقنا يا سلام وجعي وجعي على الأم التي قد أثكلت وجعي على الأم التي قد أثكلت وحنانها الوهاد يؤنس بيتنا هي مريم العذراء ذات نبوءة وجعا تطهر بالبراءة ذنبنا هو يوسف المنسي ذات خيانة في غفلة الأحياء يحمل حطفنا هي أم موسى عند أول ردهة تلقي المخافة في ثنايا يمنا وجعي كما وجع المسيح نبوءة صلبوه واحتملوا الصليبة دينا نار لضن تجتاحني وتشدني ستصير بردا إن حواها حبرنا قد أرهقتني الحر يا ابنة مالك والغار أوصانا بأن لا نحزن تلك الحمامة حملتني رسائل تلك الحمامة حملتني وحيها ليس الذي حملت منها هينا الذئ صار الصحبة مثقابلته متخوفا من خلفه أن يطعنا ريف هوى وتصوف سيماته أخشى عليه اليوم أن يتمدنا وأنا ابن أمي حين أرخض ضلها نتقى المبارك وامتطين الألسنا وأنا ابن أمي اليوم حين تضمني قد ألها الجوعي لتكرم ضيفنا أنا طين هذا الحقل والأرض البنى لو لاي لو لا يداي ما كان بنا أنا حلم طفل والصراط مساره تطوافه بين المنية والمنا أنا حين ألقى الموت أصدح باسما هذه البلاد غدا ستنجب غيرنا سنشيخ كي نهيب حياة طفولة ونساوم الورد الذي في دربنا سنسير خلفك يا أبي نحو الصلاة جهرا نرتل في مقامك سرنا إنا إذا خان الورى آهاتنا سيظل صوت بلال فينا معلنا سنقول للأم التي لا تنثني ساعي البريد غدا سيترق سمعنا نهب الحياة قداسة وطفولة فيصير هذا اللحن فينا ديدنا وستكتب البنت الصغيرة دفترا حاء وباء تستهل تمكنا وسيترق العيد المؤجل بابنا ونعيد للدنيا حلاوة كعكنا ونعيد للدنيا حلاوة كعكنا عسى أن تتحقق هذه النبوآت الطيبة هذه البشائر العالية التي لا تقتصر على تونس فقط وإنما تتسع للوطن العربي مجتمعا وللإنسانية كل الأنسانية لنفضفوك أستاذ بسمة شكرا أستاذ دعينا نتحدث الآن عن فكرة كيف يمكن للشاعر أن يكون مصباح أمل للناس طبعا كيف يمكن للقصيدة أن تسهم بتأمين خائف ما رأيك في هذا الموضوع هل الشعر قادر على ذلك؟ بالنسبة لي الشعر هو شيء ما كوني يجب أن يكون رسالة كونية إلى العالم مجمعا يجب أن يكون رسالة كونية إلى الضعفاء وإلى الأبرياء وإلى المظلومين ويجب أن يمسح على رأس كل مظلوم فإذا لم يستطع الشاعر رفع سلاح الماء مادي فلابد أن يرفعه معنويا بالشعر الشعر هو أمانة يتحملها الشعراء وجسر يعبره الشعراء لكي يصلون إلى الآخر إلى الآخر المظلوم وإلى الآخر المقهور وإلى الآخر الذي ربما ربما حين يصل الشاعر لا تنزل دمعته يا سلام يا سلام جميل جدا أستاذ بسمة وأكيد هناك المزيد من جرعات الجمال والقصائد التي تنتمي إلى وجه الإنسانية جمعاء التي تنتمي إلى يعني شعوبنا العربية التي تستحق الأفضل وكذلك سنستمي إلى يعني ربما قصائد من نوع آخر أو من شكل آخر ذات مضامين وموضوعات متعددة ومختلفة لكن دعينا الآن نأخذ استراحة قصيرة ومن ثم نتابع مشاهدين الكرام نذهب إياكم الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل أهلا بكم أعزان المشاهدين أينما كنتم ولمن التحق بنا الآن نذكركم معنا هنا في ألوستوديو الشعراء التونسية المتميزة الأستاذة بسم المسعي أهلا بك أستاذة بسم مجددا شكرا يعني عن فكرة الوطن الكبير في وجدان الشاعر بسم المسعي حدثينا عن هذه الفكرة وكيف للوطن أن يكون محرضا ومؤثرا على تجربة الشاعر أنا مثلي مثل الجميع اليوم أشعر أن العالم فعلا هو قرية صغيرة جدا قرية لا بد أن تجمع الناس جميعا من مختلف الأقطاب في العالم وأن تجمع أيضا الشعراء وكل الكتاب في العالم لذلك فأنا أرى أيضا أن الشاعر باستطاعته اليوم أن يتواصل مع الحضارات الأخرى الحمد لله أن في مهرجنات اليوم يمكن لها أن تضمن هذا التواصل ما بين الشاعر والشاعر الآخر في بلد ما وهذا شيء مميز جدا نشهده اليوم جميل أنت أجبت على الموضوع انطلاقا من زاوية الشعر والشاعر وطنك الكبير هو القصيدة وهو الشعر واجتماعات الشعراء التي من خلالها يعبرون عن مشاعرهم بكل مصداقية وهذا هو المأمول من هذه الملتقيات الشعرية يعني مؤخرا شاركتي بمهرجان المديح النبوي الذي أقامته الجمعية الدولية للشعراء العرب في إسطنبول حدثيني عن هذه التجربة ومن ثم نذهب إلى قراءة في أحد النصوص التي إما قرأتها أو نص من المديح النبوي تختارينه لنا إن شاء الله طبعا مهرجان المديح النبوي تقيمه الجمعية الدولية للشعراء العرب وهي مشكورة جدا من أجل هذه الدعوة الكريمة التي سعدت جدا بها وسعدت بالتواجد طبعا بينهم أكرمون كرما كبيرا فشكرا لهم جميعا أيضا هذا المهرجان أنا للأمانة لأول مرة أكون حاضرة في مثل هذه المهرجانات يعني في مهرجان خاصة بموضوع ما وأي موضوع هذا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنها سيرة نبوية العظيمة وإنه لموضوع جميل جدا وعظيم جدا وهنا نتحدث عن القرية الصغيرة حين تضم الناس على موضوع ما موضوع واسع تجسر المسافات وتجعل فرصة التلاقي متاحة بالضبط خصوصا إذا كان الهدف ساميا ساميا وموضوع واسع جدا تكون فرصة للشعر طبعا وموضوع لابد أن يحرك كل ذات بشرية موجودة في الوطن العربي يعني هذا الموضوع موضوع راقي جدا وسامي جدا تفسدين المديح النبوي والمديح النبوي وهدف الجمعية كان ساميا وأظن أنهم حققوه بامتياز هذه السنة فهم مشكرون ونحن نتمنى نتمنى دائما لهم الألق والنجاح الدائم جميل جدا نرجو لكم ولزملائنا في الجمعية دوليش العرب كل توفيق أكيد أستاذ بسمة اقرأي لنا الآن قصيدة من المديح النبوي ومن ثم نعود إلى ما بقي من مصوص طبعا تفضلي ونحن جاهزون لنستمع إلي طبعا نختار نصا إذن تفضلي عن سيرة الضوء جميل من رجفة الضوء في الأحداق أنبثق من رجفة الضوء في الأحداق أنبثق كأنني نجمة يفضي لها النفق أمشي إلى النور كي أجتاح أخيرتي فتقتفي خطوية الأفلاك والطرق باب بمكة شباكان من قبس بيت تهديده الغيمات والغدق باب وحيد وخلف الباب ألف يد تمتد نحو صغير لفه العبق باب ووالدة حيرة يعمدها دمع المخاط وجد مسه القلق والكون شيخ وقد أرخى عباءته كأنها شمعة للنور تنزلق قال اجعلوه هنا أفقي يعانقه والغيم يسنده والشمس تلتحق قال اجعلوه لكي تخضر قافية إن القصائد كالصحراء تخترق قال اجعلوه فلا خوف ولا كدر أنا أبوه أنا التحنان فالتفق للصرخة البكر ضجت في حش امرأة الله وانعطف التاريخ وانسق يا سلام محمد قبلة التاريخ لحظته جفناه باب على الأحزان منغلق محمد ويدب الإسم في رئتي كما تدب إلى أرحامها العلق محمد ويفيض اللفظ في شفتي ليزرع البدر حيث استوطن الغسق ما بين غارين كان الغيم يرشده ما أسعد الغيم إذ يلقاه ينفتقه ما أسعد الماء يجري في أصابعه فينبت الورد والريحان والنبق ما أسعد الكسرة السمراء في يده غوث اليتام إذا ما همهم الرمق ما أسعد الوحي فجرا حين ينبئه اقرأ ليطلو في محرابك الأفق إن المسافر فالصحراء أمترها شوق الغمام ودمعا منه يندفقه يا سلام زادي من الماء موسى في نبوئته يلقي رؤاه فإذ بالبحر يمفلقه زادي من القمح يعقوب ويوسفه سنابل من أديم الشوق تنعاتقه زادي من الشعر شوق لا أؤجله والخيل والليل والقرطاص والأرق أمشي إلى الغيب مشدودا لأحجية أسرت إلى الفجر حين اغتاله الشفق أصغي إلى الجذع إذ يطلو تلاوته بهاي أم عيون الناس لو صدقوا يا سلام ستحرس الأم طفل الغيم تؤنسه أندفريه ليسري في الدجر فلق أنزمليه ليلقى الله في ثقة لا يبسر النور قلب راهب قلق يبنى المجاز ويبنى الماء خذ بيدي أمواج شوقك في الأحشاء تندلق هنا الرعاة تسوس الليلة حرسه لكن هدودهم في الصدر مختنق تفاح آدم في أحشاء نخجل فاشفح حبيبي لمن بالحسرة احترق لك المدينة كف الله ساجية لك النبوءة كفء من بها ارتفق وللخطايا خطايا الماء يدركها كل الذين بغير الماء من دفقوا أنا أحبك تسري الآن في لغتي كشمعة من لضى الأشواق تحترق يقول للقلب والأمواج تلقفه لا بأس يا بنت عذر العاشق الغرق لا بأس يا بنت عذر العاشق الغرق أجدت كثيرا أستاذ بسمة ما شاء الله عليك مبدعة دائما وأكيد شكرا جزيلا أستاذ تفاجئيننا بكل ما هو مذهل ومدهش حقا حدثينا الآن عن دور الشاعر في ربط القراء بفكرة الوطن ولزوم الدفاع عنه وتعاضد الناس مع بعضهم البعض خصوصا في فترة الأزمات طبعا الشعر هو الدينامون محرك للناس يعني الكلمة الكلمة برفعتها وبسموها وبسيفها المشهر دائما هي لابد أن تكون محرك للناس ودافع لاجتماعهم ودافع لوحدتهم ودافع لنصرتهم بعضهم من بعض الكلمة يجب أن تكون دائما وأبدا فوق كل شيء وفوق كل اعتبار لأنها وحدها وحدها وأعيد وحدها تضم هذا العالم وتجعله اليوم قرية صغيرة وتجعله اليوم عالما واحدا لا مجزة هنا نتحدث عن الكلمة الطيبة الكلمة السلام الكلمة السماحة الكلمة التي تفتح الأبواب أمام دفقة النور طبعا لأنها حتى تجدد الأمل في نفوس الناس لأنها أيضا تجدد وتبث فينا تحرضنا على تذكر أننا بشر ويجب علينا أن نكون أكثر تعاطدا وقيم الرحمة تعاطفا وقيم العطف وقيم الرحمة وقيم السلام الداخلي والسلام الخارجي وقيم الإنسانية جمعاء لأنها هي من تجمع كل هذه القيم وهي تعلي هذه القيم وتجعلها باثة أكثر وتجعلها متأججة أكثر في شخصنا نحن الشعراء أحسنتي طيب قبل أن نذهب إلى فاصل جديد الحديث عن فكرة الوجع العربي الواحد الوجع العربي لا يمكن أن يتجزأ لا يمكن أن أقول هذا وجع يمني وهو حصر وقصر على أهلنا في اليمن لا يمكن أن أقول هذا وجع سوري وأقول لا علاقة لي به إنما هو وجع واحد لوطن واحد لا يقبل التقسيم حتى وإن كانت به حدود جغرافية تفصل بعضه عن البعض عن فكرة الوجع الواحد في نفوس الشعوب منذ أيام أستاذ مصطفى ونحن في إخلال دورة دورة مهرجان المديح النبوي نعم تلقينا الأخبار أخبار الطفان العربي أخبار الطفان بغزة فكانت الفرحة فرحة جمعاً فرحة جمعتنا جميعاً نحن الذين كنا قادمين من أوطان مختلفة فما بالك بالوجع إذا كنا نلتقي على فرح فرح هذا الطفان مع أنه طبعاً خلف شهداء أكيد أكيد سعداء بهؤلاء الشهداء لأنهم استشهدوا في سبيل الحق واستشهدوا في سبيل الحقيقة الثابتة ألا وأن هذا وطننا ونحن منه وهو منا نحن اجتمعنا على فرح كما قلت لك فما بالك بالوجع فما بالك بمصيبة الأمة فما بالك بألم الأمة ودمعتها نحن الشعراء أو نحن الكتاب بصفة عامة نجتمع دائماً ونجتمع طبعاً على الأحاسيس التي تمس العالم العربي وكذلك تمس بصفة خاصة هذه التي أعتبرها أنا الكون العربي يا سلام جميل هذا المصطلح لذلك الوجع دائماً هو أنت شاعر المحرض على الوحدة على التقارب على الشعور بالآخر والمحرض على الكتاب أيضاً والمحرض على وجود الشاعر الألم ووحده والمحرض على وجود الشعراء اليوم في الساحة الفنية وعلى تكاتفهم وعلى لحمتهم وعلى نصرتهم للحق أحسنتي كثيراً نسأل الله سلام لأهلنا في غزة ولرجالها أن يحفظهم وينصرهم سنذاب الأستراحة قصيرة جديدة مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نواصل حياكم الله وعزائنا المشاهدين وأهلاً وسهلاً بكم وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع ومعنا هنا في الأستوديو الشاعراء باسم المسعي من تونس أهلاً ومرحباً بك من جديد مرحباً بك قبل أن نواصل الحديث الآن سنذهب أكثر إلى الشعر وتجربتك الذاتية وما تتطلعين إلى تحقيقه من الشعر الذي تكتبينه وتجربتك الذاتية قبل كل هذا نريد قصيدة جديدة هذا النص إذن مهدى إلى غزة وهي اليوم تهدين أجمل الأفراح وأجمل الأخبار وكذلك تذكرنا بضرورة أن ندعوى لأهلها حتى يعينهم الله ويعني يخرجوا من هذه الأزمة ويصبرهم حتى يواصلوا صمودهم وينصرهم على كل من عادهم وهذه حقيقة لا شك فيها ولا يمكن إلا أن تتحقق حقيقة الوعد الإلهي بالنصر والتمكين تفضلوا كأزمدي ما يكون الآن العنوان جميل لأن الحب مرآة تجمعها يد الأحزان لأن الحب مرآة تجمعها يد الأحزان وتسقلها على مهل وفي يسر وباطمئنان تكسرنا إلى قطع فكنا صورة الإنسان أقمنا في دفاف الدمع قبل تفتح اللغة وقبل ترهل الألفاظ في منأ عن الشفتي وأبحرنا إلى مدن قوارب دون أشرعتي بحثنا عن طريق البيت حيث قلوبنا أوطان وحيث بحار هذه الروح كالذكرى محررة بلا شطآن وحيث الناس كل الناس في ألق طيور تحسن الطيران لتأخذنا سماقر طاج أسرابا إلى وطن تعانقه الملوج الخضر وتسلمه على مهل إلى تلك الجبار السمر تعلمه بأن يعلو يرفرف دائما أبدا تعلمه ابتكار الفجر إلى وطن له فانوسه الأسمى وسبع سنابنا عطشة يهدهدها ويسندها ويحملها على ولهن كما حلم مترجمة سيول الدمع أمواجا من الطوفان لتعلن عن بزوغ الشمس أحلاما مهلهلة هنا الأوطان هنا وطن يعمده الخليج سعة تواعده عصافير تهدهده مواويل وتسرع نحو الدنيا لتقتسم الحياة معه مساء يعزف الأوجاع يطرب كل من سمعه مساء حين تسلل التاريخ كل حضارة بكر رأيت الأرض ليل الناس أجمعهم هنا وقدس القلب شامخة هي الفجر إذا سكر المحب بها سيسعى نحوه الشعر رأيت وتدخل الدنيا تفض بكارة الصحراء وتروي كل من في الأرض كل قصائد الشعراء إذا غن الكمان لها تردد اسمها الأصداء رأيت القلب في ولهن يشير لثوبها الأحمر طويلات ضفائرها بياض رضائها بياض رباطها خنجر رأيت القدس ضاحكة وكل سمائها تحفل وكانت آخر امرأة ستسق الغيم إذ تهطل رأيت كتفلة تعد وعمري بعض خطوتها ونبضي محظوم موسيقى تهيم بحسن رقصتها وكل الشعر عنوان يليق بصحر قصتها رأيت القلب في ولهن يشير الأجمل الأوطان كأن الحب دين الناس في الدنيا وكل قلوبهم جدران وحيث القدس شامخة كأجمل ما يكون الآن وحيث القدس شامخة كأجمل ما يكون الآن وأجمل ما يعني يمكن أن يستمع إليه عربي موجوع مكلوم وكلمة تفتح أمامه أبواب الأمل عسى أن يصافح الشمس والضوء الذي ينتظره منذ أمد بعيد أستاذ بسمة يعني نكتفي بما قدمناه فيما يتعلق بالشأن العام وإن كان هذا الوجع الممتد في أجساد الأوطان العربية مجتمعة إلا أنه لا بد أن يكون لنا وقفة مع تجربتك الذاتية الآن عن فكرة الشعر هذا المحرض الجميل هذا المس العذب الذي يعني يسعد كل شاعر بأن يكون حاضرا في روحه دائما مس السحر والجمال والشعر ما الذي تبحث عنه بسم المسعي في تجربتها الخاصة بكل صراحة كوني أنا مهندسة أولا واختصاصي علمي بحت فإن الشعر بالنسبة لي هو باب يفتح الحياة نعم فعلا هو باب أفتحه على الحياة وعلى الجمال وعلى كل ما هو راق عظيم الشعر بالنسبة لي وما أريده من الشعر هو أن يثبت لي أو أن يخول لي أن أخرج من اليومي المقيت نعم من اليومي الذي يخنقنا كلنا نحن الشعراء ومن الروتين الروتين الذي يشدنا دائما إلى الخلف ودائما إلى الوراء الشعر هو الدافع وهو الدافق الذي يخول لنا أن نسير دائما أمامه دائما نحو ربما في يوم ما نحو خلود ما نبقيه وما نكتبه من شعر إذا صح أن نسميه شعر خذينا إلى خلودك الشعري في قصيدة جديدة تختارينها لنا تفضلي أستاذ بسمك هذا النص بالمناسبة هو نص كتبته بعد مدة كبيرة لم أكتب فيها شعر وهو محاولة للبحث عن بسم الشاعراء سفر أعبر لآخرك الدفين وكن معه وانثر جناح الحب حتى تجمعه ربان هذا الكون دمعك بحره فعلى ما تسجنك الجهات الأربعة يا سلام لا تسأل العراف كف حقيقة إن الحقيقة طفلة متمنعة تصح مبكرة وتترك حلمها لتطارد الخوف الليل وتفزع لا ذئب غير الحزن ينهش صحوها ستفر منه إليه حتى تتبعه وتقول يا أبتي تعبت فخذ يدي وأشر إلى باب الجراحي لأخلعه البنت تكبر البنت تكبر البنت تكبر قد تصير قصيدة وتشد ثوب الليل حتى تخضعه هذا الذي أعياك بيت واحد كن صوته في الغيب تكتب مطلعه يا سلام كن خوفك الآتي لتصبح زورقا لا ينكر البحار بل ينقى معه هذا الذي أعياك هذا الذي أعياك بيت واحد كن صوته في الغيب تكتب مطلعه كن صوته في الغيب تكتب مطلعه كن خوفك الآتي لتصبح زورقاً لا ينكر البحار بل ينقى معه الموج تحت خطاك يصبح أخضراً ويداك مجدافاه ضلعك أشرعه الخوف فأس الروح تورف عالياً لترى جذوع الأمنيات مروعة في غفلة الإسماء شد قناعه فتشابكت كل الأكف لتنزعه الحسن أجمل ما تقول غمامة للحقل حين تضمه لتودعه نم يا بني نم يا بني الحقل أصبح أنهراً مرت به الغيمات تطلب منبعه يا الله لا فرق في الأحزان لا فرق في الأحزان كل واحد مثل السماء كبيرة ومجمعة الحزن أفصح أن يقال فشاعر تكفيه خمس أنامل كي يبدعه يا سلام يا سلام حسنتي كثيراً أستاذة بسمة وأكيد هذا من النصوص المحلقة في سماوات الشهر ويبشر بالكثير من التفاؤل ويحمل لك كذلك العديد من الهدايا الشهرية مستقبلاً فهذه القصيدة التي جاءتك بعد تمنع الشعر طويلاً أكيد مبشرة وستكون باباً للكثير من القصائد ربما نافذة منها تفد الطيور الطيبة إليك شاء الله لتعلق في رقابها يعني القصائد الجميلة التي تستحق أن تنتشر في الوطن العربي بأكمله وأن تنتشر في الكثير من المناطق التي هي بحاجة إلى الأمن والسلام ما أحوجنا إلى الكلمة الجميلة الكلمة التي تنتمي إلى الجراح الكلمة التي تضمد مكلوم تواسي مهموم تصبر شخصاً لا يزال يعني يعيش أشد لحظات الخوف في حياته الكلمة هي إكسير النجاة الإنسانية وكذلك هي دليل أن ضمائرنا لا تزال حية عن فكرة الضمير في وجدان الشاعر بسمة أريد أن تتحدث عن نفسك لا عن الشعراء هل أنت راضية عن ضميرك فيما تكتبين تجاه الآخر أنا لا أتحدث عن مضمون النصوص من ناحية لغوية وإنما من ناحية إنسانية وفكرية ومعالجة للواقع هل أنت راضية ضميرياً عن معالجتك لما حولك من واقع بقصائدك؟ بصراحة أنا راضية رضاء تام فلا أما أني راضية أن نصوصي نصوص محملة بفكرة وبوعي كبير تجاه الآخر فأنا راضية إلى حد ما في هذا أنا لم أكتب إلى اليوم نصاً إلا وقد تحسست فيه ألماً ما ووجعاً ما إما وجعاً ذاتي أو وجعاً خارجي وما كتبت نصاً إلا لكي أخرج شيئاً ما نعم أخرج شعوراً ما من ذاتي كنت قد شعرت به هل القصيدة شكل من أشكال الخروج من حالة تأنيب الضمير مثلا؟ هل هي هكذا بالنسبة للشاعر؟ فعلاً هي شكل من أشكال مواساة الضمير الحي كده الشاعر أظن أن الشاعر يجب أن يكون إنساناً أولاً إنساناً يحس أكثر من الآخر وإنسان يشعر بدرجة أكبر من الإنسان العادي حتى يتسنى له أن يخرج الأمور عن معناها الطبيعي فيحولها مجازاً وبلاغاً ويكتبها شعراً هناك قصة تقول أنه مر برجل يطلبه فكتبه وهو كاتب على لافتته أنا أعمى أنا أعمى أعطوني مالاً فمر به شاعر فلم يعطيه أحد طبعاً مر به الشاعر فحول هذه اللافتة وكتب عليها سيمر الربيع لن أراه إنه بهذه الطريقة هذا الشاعر جعل الخير سباق إلى هذا الطالب فالشاعر إذن يرى الأشياء على غير ما يراها الإنسان العادي وعليه أن ينسجم بما يكتب مع ما يؤثر في الناس ومع ما يلامس حاسيسهم طبعاً فهذا الشاعر الذي كتب أوشك الربيع أن يحضر سترونه أنتم ولن أراه أنا حرك مشاعر الحزن عند الناس ومشاعر الشفقة وجعلهم يرون هذه الأنور بطريقة أخرى أنا أعمى جملة تقليدية عادية جملة تقليدية أنت هكذا قدرك أنت سيمر الربيع لن أراه جملة عالية بالشاعرية وتأنيب الضمير وتحمل الآخر الوجع والمسؤولية فيسعى إلى مساعدة هذا الكفيف لأنه لن يرى الربيع هذا شعور الإنسان توجه الإنسان حينما تلامس الكلمة الوجدان طبعا وهو ارتقاء بالجماليات في المعنى وفي حقيقة الأشياء ورقية الشاعر يجب دائما أن يرتقي نحن نتحدث دائما عن أن الشاعر دائما ينقل ما يعيشه ينقل اليومي الروتيني وينقل التعييس في يومه ولكن لا بد أن نتحدث أن الشاعر لا يجب أن ينقله نقلا هكذا مثل كل فنان يعني الفنان بصفة عامة لا يجب أن ينقل الأمور بصفة عادية لا الشاعر يجب أن ينقلها بطريقة ما بطريقة تصعد بنا جماليا وترتفع بنا جماليا وترتفع بنا في فهم كل حقيقة الأشياء بطريقة إنسانية بطريقة تحاكي مختلف العقول وكذلك بطريقة تهيئ هؤلاء الناس إلى فكرة أن القادم سيكون أفضل بالضبط يفتح أمامهم الأبواب للشمس حتى تدلف إلى قلوبهم هذا هو دور الشاعر إذا ارتقت الكلمة ارتقى الإنسان وارتقى المجتمع نريد قصيدة طبعا من عيوني تفضلي نقرأ نص ما لم تقله تفاحة آدم وليكن هو نص محبب جدا لي تفضلي ما بين ما بين إنسجة الرؤى والرائي تتناسل الأحزان من أعضائي أنثى الدجا أم الصباح وأخته جيش من الأسماء في أسمائي لا درب لي غير المجاز وكلما قالت بع العشاق سرت ورائي الحب يوسف حين قص لأخوة سر النبوءة في بياض ردائي والجب نسوته وحين نبذنه قطعن غيرتهن في الأرجاء وأنا زليخته التي في بحره تهب الشراع طفولة الميناء لا ثوب لي غير الهيام أحيكه من جبة الحلاج والشعراء أخيته النسيان صرت صليلة لمدينة في غربة الآباء سمراء روحي والغمام إمامها نار يعمدها هديل الماء جسدي سليل الحزن مثقال الصدر يا بنت كوني جلحة الأخطاء يا آدم يا آدم يا آدم وشققت عنه الغيب صرنا نجمة وستاقطت بإنائي كنت الرفيق وكان يجمعنا المدى فلمن كسرت أمام حرف ندائي ولمن هزمت أمام صوتي وساوسي ولمن حنيت لجملة الإنشاء يا سلام أنا صمت هذا الناي والأرض المدى والعازفون تقاسم أصدائي ضلعي مهاد الماء ينزف كلما بكت السماء ناولتها أثدائي قلبي كما أفضل غمام لنخلة دمع سيحرص غربة الصحراء ويدي يدي امتداد الماء ساعة أي نعد حاء الحياتي على ضفاف الباء وجعي أنين الناي سكرة عاشق يهب النبيذ قداسة الإسرائي صوت انهيار ما صوت بكائه لا فرق بين الوح والإيحاء شق القميسة أمام عرية قصيدة فاستسلم الإغواء للإغواء وتوحدت كاف الكمان بنونها فساقطت ثمرا على الفقراء وجعي وجعي امتداد النخل يبتل جذره كي لا يصافح تربة الغرباء ويمد في رئة السماء فروعه ليصير أفقا فوق كل سماء ينمو على كف الضياء فراشة نذرت له بالروح للأضواء حزني كغزاف يعمد تينه فيعيد أجزائي إلى أجزائي جميل جدا ولأنني تفاحة المعنى استحلت رواية عن جنة الإغواء وتقاسمت كل الجهات طفولتي وتنكرت لشرائس الحمراء لكن ذئب الأبجدية مرغما يغري بفك ضفائر الليلاء لا ذنب لي غير ارتعاشة أحرف أغويتها فأتت على استحيائي لي من حكايا الغي ركعة آدم وحنين جذع النخل العذرائي ليوسف والجب آخر قبلة وطن بلا منفى بلا غربائي أنا قبلة العشاق هب لي دمعهم حتى أفق قيود حرف التائي لن تحسنوا لجمي وحرق دفاتري لن تحسنوا كبتا سياب الماء لن تحسنوا لجمي وحرق دفاتري لن تحسنوا كبتا سياب الماء أسأل الله لهذا العطاء أن يتواصل لهذه الإنسانية التي تتدفق أملا وخيرا وماءا ناقيا صافيا أسأل الله لها أن تستمر وتتواصل شعرتنا بسم المسع من تونس يعني الوقت يداهمنا ويعني نحن على مشارف الختام قبل الختام أود أن أسألك سؤالين أو هو سؤال والمسألة الأخرى أمنية أما السؤال فهو ما الذي تريده من الشعر بسم المسعي ما يريده الشعر من بسم المسعي هو ما تريده بسم من الشعر إذا كان أولا الشعر لابد بالنسبة لي لابد أن يخرجني من الحالة العادية التي أكون فيها مع يعني يخرجني من حالة سامية وراقية نعم وهو أيضا أنا أمل في أمل دي يعني في المستقبل تفضلي أن أن تحقيق جوائز مثلا لا والله مو جوائز تنشري مثلا مطبوعات أن أتعرف مثلا عن 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 شعراء من كامل أن تواصل التعرف على الشعراء من أجل تطوير التجربة ووسط لها بكل جديد طبعا أن أواصل التعرف على الشعراء في كامل وطن العربي لأنه بالنسبة لي الشعراء يعني التعارف الإنساني أولا والتعارف الحضاري ما بيني وبين الشعراء الآخرين هو أهم بكثير من المجوائز التي يمكن أن تثمر عن هذه المهرجانات أنا بالنسبة لي الجلسات الشعرية الجلسات الإنسانية أولا التي تقيمها المهرجانات وتقيمها المحافلة العربية يجب أن هي جسر استمرارها يعطي الشاعر وقودا يعينه على مواصلة الكتابة ويحرضه ويجعله دائما في حالة يعني لا أريد أن أقولها يا جانو إنما في حالة حماسة لا تنتهي وهو جسر طبعا يجب أن يبنى من أجل تواصل مثلما قلت أستاذ من أجل تواصل الدفق الشعري عند شعر وعند الإنسان المفكر وإنسان الواعي داخل الشعر باختصار شديد الأمنية من أجل تونس والوطن العربي الكبير باختصار ماذا تقول الشاعراء التونسية نسأل الله تعالى الأمن والاستقرار لكل الأوطان العربية اللهم أمين نسأل الخير لأحبائنا ولأهلنا في فلسطين ونسأل الخير لكل وكافة الأمة العربية إن شاء الله شكرا جزيلا لك يا أستاذة بسم المسع الشعراء التونسية حقيقة كانت حلقة جدا رائعة وإن شاء الله تتكرر مثل هذه اللحظات الجميلة في مسيرتك الشعرية وفي أماكن متعددة من خلالها تحقيقين ما تتطلعين إلى تحقيقه شكرا شكرا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل يتجدد لقاءنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات أنا مصطفى مطار وحييكم دائماً كونوا بإنسانية لا تنتهي وعيشوا على أمل أن تظلوا أحراراً لا يتنازلون عن حقهم بالحياة إلى اللقاء اشتركوا في القناة